ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر اجتماع المحاكم الدستورية الإفريقية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية محمود يعني ضعنا في تفاصيل الاجتماع وما تضمنه من فعليات ومناقشات حتى الآن أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين بالفعل نتواجد لمتابعة الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمجالس والمحاكم العليا الإفريقية هذا الاجتماع الذي ينطلق للعام السادس برعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة السادسة لهذا الاجتماع الذي يحظى بأكبر عدد من القضاء المشاركين ورؤساء المحاكم الدستورية عن النسخ السابقة نتحدث عن مشاركة 40 دولة إفريقية بواقع 51 من رؤساء المحاكم الدستورية وعدد كبير من القضاء الذين يمثلون المحاكم العليا الأخرى انتهت الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد كبير وقامات قضائية كبيرة وتشرفت هذه الجلسة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ثم انتهت أيضا الجلسة الأولى من فعليات اليوم التي كانت تحت عنوان الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وأيضا بدأت الجلسة الثانية التي لازالت تنعقد حتى الآن وهي الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين هذه النسخة تأتي تحت عنوان دور الرقابة الدستورية في تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية وهذا ما تحدث عنه المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال لقاء خاص لنا منذ قليل وأكد على أن تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية تأتي على أجندة المؤتمر من خلال التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر وسيكون هناك متابعة لهذه التوصيات تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا أيضا لتحقيق هذه العدالة وهذه التنمية للشعوب الإفريقية أيضا اليوم تم الكشف عن تفعيل التوصيات السابقة للاجتماعات الخمسة السابقة وهي إنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدستورية العليا الإفريقية وهذا المركز سيكون له التشاور والتواصل بين رؤساء المحاكم الدستورية وأيضا بين الباحثين في القضاء الدستوري أيضا سيكون هناك بعض المحاور الهامة التي ستكون على أجندة المؤتمر منها الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة وأيضا العدالة الاجتماعية من منظور ودور القضاء الدستوري في حماية وسلامة المجتمع من خلال لقاءنا بعدد من رؤساء المحاكم الدستورية عبروا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذا الاجتماع وأنه دائما يحرص على التواصل مع الدول الأشقاء الأفارقة وهذا الاجتماع الهدف منه هو تحقيق التواصل في القضاء الدستوري ما بين رؤساء المحاكم رئيس المحكمة الدستورية العليا للجزائر أكد على أن هذا الاجتماع سيضيف للجزائر العديد من المعلومات التي بالطبع ستعود على النظام القضاء الدستوري في الجزائر وهو فرصة أيضا للتواصل بين رؤساء المحاكم الدستورية الموجودة لتحقيق نظم أفضل في القضاء الدستوري والعمل أيضا على تحقيق الأجندة والمحاور التي سيتم مناقشاتها اليوم الأول لهذا الاجتماع وهو سيستمر لمدة ثلاثة أيام سيكون جلسة الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة التي انتهت والجلسة التي تنعقد الآن وهي جلسة الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين وسيتم استكمال الجلسات في الأيام القادمة من خلال هذا الاجتماع الذي يحظى بعدد كبير من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ويحظى باهتمام فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه هي الصورة لليوم الأول من فعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية والآن عودة إليكم مرة أخرى محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك